والدنيا دي رغم اللي ما فيها مليانة كنوز لكن مش ممكن تلاقيها من غير ما تعوز احنا مكملين يا عمر مع بعض المرة دي في كنوز بناء الشخصية وبفكر الناس الكرام اللي بتفرجوا علينا ان عمر جاي لنا بفكرة كيف تتخلق بأخلاق الله عشان تبقى شخصية سوية تخلق بأخلاق الله ان الواحد يشوف صفات ربنا ازاي ربنا بيعامل الخلق ويتعلم من هذه الصفات ثم يعامل بها الخلق والنهاردة انت هتكلمنا عن الصاحب السوي كيف يرى صفات الله وهو بيعامل الناس ثم يعاملهم بالصفات دي تحكي لنا عمر حبدا باغنية اغنية سبش انا الحق ياريت هو الا كاتب يقول له صدقني يا صاحبي ان خفت ما تقولش وان قلت ما تخافش كنا بنسمعها وحنا صغيرين احمد منيب ان خفت ما تقولش وان قلت ما تخافش ده تمام الصحبية ده علاقة الصحبية الامنة السليمة اه ان قلت ما تخافش زي ما احنا بيقول كده اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في المال والاهل والولد مدام اسم الله الصاحب معايا وفي ظهري وفي كل حاجة خلص الموضوع فهو الصاحب ده اللي بيستر عيوب صاحبه الستير وبيحافظ على ماله وعرضه وبيحمي ظهره امان هو ده الصاحب السوي امان ستروا امانه ستروا امان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني اسمح ليقول حاجة شراعية ده ده انت أستاذنا يا عمر لما سيدنا عمر زعل من سيدنا وبقر الصديق سيدنا محمد طلع على المنبر وقال كلتم كذبت وقال أبي بكر صدقت ده كان ظهري ووثاني بأهله وماله وولده فهل أنتم تاركوا لي صاحبي اللي يعرف قيمة الصاحب ومعنى الصاحب حيعرف أن صاحبه ده بالدنيا كلها فان كده قبل وفاة النبي قال ما منكم من أحد الله علي يد إلا كافأته بها إلا أبو بكر الصديق له علي يد يجزيه الله بها اللي عمله معايا ده بقى محتاج ربنا ربنا بس اللي كافأه ربنا فانت قلت لي عمر بيستره فتخلق باسم الله الستير ويحفظه في ظهره وفي عرضه وفي ماله ده معنى إسم الله المؤمن الذي إذا تعاملت معه شعرت بالأمان نعم وهي ده الحقيقة لو صاحبي مش حيقمني يبقى فيه مشكلة يبقى فيه مشكلة كبيرة في علاقتنا وعالم النفس ألفريد أدلر قال حاجة بقى يعني قوية في حياتة دي هنا قال إن الصاحب اللي صاحبه هو مصدر أمانه حينتج عنها ثلاث حاجات development survive thrive ترجم يا أستاذ حلو بيقول لو أنا صاحبي سندي وضهري ودعمي وصاحب أمان وراجل مخلص ده حيساعدني إن أنا أتطور هيصلي development هيصلي تطور نفسي هيصلي تطور فكري هيبع عندي قدرة على تطور إمكانياتي وقدراتي عايزة أعلق هنا يا عمر إن كتير من الشباب ده بيحاول يتعلم وياخد كورسات ويذاكر ويحاول يشتغل ويكبر أحدى وفعه الأحدى الحلوة اللي بيعودها آخر يوم مع أصحابه شرابوا حاجة ويدردشوا دردشة أنا فيها ببقى على حقيقتي أفطفض وأتكلم عن صعوبة يومي بالذات مثلا الشباب لسه ما تجوزوش أو حتى اللي تجوزوا مفيش غنى عن الأصحاب فلو صحابي وجع وعيال مش حلوة يعني لها بتبقى صعبة جدا إن الواحد فعني يكمل رحلة التطور مش كل الناس تعرف يبقى عندها السيلف موتيفيشن الدافع الزادي حتىك حد كده يقول لي جدع فأدي أول حاجة التطور وكأنها مصطفى لما يكون صاحبي أماني كأنه بيطم من جزء جواي وبيفرغني يبقى عندي قدرة للتطور عندي قدرة للتطور عندي قدرة للديفلوبين أحفر في الصخر وأنا صاحب تجربة مع صاحب مؤذي مش أمين كم العطلة وكم الضغط النفسي عشان تتطور أثناء العلاقة اللي كلها ألم ومرار ده بيبقى يعني بروسس وصعبة صعبة ففعلا خلق علاقة آمن الرجل ده صادق يعني النظرية دي صادقة الواقع بيقول كده تنجو تنجو من الأزمات النفسية اللي هتتعرض لها في حياتك تنجو من المشاكل المادية اللي هتتعرض لها في حياتك يبقى عندك قدرة إنك تتخطى هذه الأزمات ليه؟ تاني حاجة بالضبط ليه؟ لأن أنا في ظهري أمان في صمام أمان سندني يوم بيبقى عندي ممكن يبقى واحد واثنين وثلاثة ودي أكبر نعمة لما يكون عندي أصحاب يشيلوني يحملوني نفسيا حتى لو مش هيحملوني ماديا لكن في الوقت دايب أنا عندي جزء متغطي نفسي فأنا قادر أتحرك فأقدرنجو من الأزمة فسيرفايف أكمل طبعا نجاة النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة كانت بيد الله بس ربنا قال ثانية اثنين إذ هما في الغار وسيدنا أبو بكر الهزة اللي حصلت صاحبه النبي بقى عليه الصلاة والسلام وهو اللي كان سبب في تثبيته وإذ يقوله لصاحبه لا تحزن لا تحزن هنا في اللغة يعني لا تخاف إن الله معنا وبالتالي زي ما أنت بتقول لو عندي صحاب فعلا أعرف أبان أحكي مشاكلي أحكي أخطائي عشان أنا محتاج طلب المساعدة وفي ناس فعلا قلبهم علي ده فيه جزء كبير من نجاتي في الدنيا دي يبقى أول حاجة التطور develop ثم survive ثم كلمة تلتة بقى thrive الازدهار ازدهار يعني النجاح والقدرة على الإبداع وتتفجر طاقات يعني القوة والقدرة اللي ربنا خلقنا فيها لصحبي بشوفها يا غمر وحوالي الحاجة مصطفى يمكن ربنا في خلال يعني أزمتي مع صحبي اللي أواني وخلاني قادر أكمل أصحاب في حياتي أو صاحب في حياتي يعوض ده فيه سبحان الله تيمشي جده نعم فلو عندك في حياتك صاحب مؤذي دور بقى على الإصحاب أقول لك حاجة أو خليها العكس تعني أجي نفسنا والإصحابنا أكون أنا الصاحب السوي أكون أنا أكون أنا الصاحب اللي بوجد المساحة الآمنة وبأمن ظهره وبسطر عيوبه ولما بتيجي نقاط ضعفه أنا اللي بخبيها وأنا اللي بأويه في عيون الناس وهو ما يعرفش وأنا اللي بغطيه وأنا اللي بابني معاه وقتها هو حيزدهر وأنا حيزدهر بشوفها في الرياضة وبشوفها في الدراسة بشوف في الرياضة لما لعيبة مثلا تاخد بطولات دايما الكاميرا تيجي في المدرجات لو واحد صاحبه قاعد بتحرك معاه في كل ماتش شوفها مثلا في حفلات التخرج والدكتوراه في تسقيفة معينة بتطلع من الأصحاب كده لما ياخد الشهادة كأن كنا مع بعض في رحلة الطحنة اللي انت الطحنة عشان تعمل الإنجاز ده فبيزدهر فعلا فاكر الصورة اللي انت بعتها ليه نظرة صاحب بيجرامي آه طبعا طبعا دي هزت المصريين وهزت العالم كله طبعا 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 إذن يتخلق الصاحب باسم الله الستير اللي بيأمن ظهر صاحبه وما بيفضحوش هو اسم الله المؤمن اللي بيشعر معاه بالأمان على نفسه وماله وأسراره كمان ربنا يكرمك يا عمر ودائما نتعلم من علمك شكرا يا عمر تسلام